السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب الصف الأول السنوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بنك المعرفة المصري أو الـ AQB knowledge النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جزء الكيميستري اللي موجود في المنهج بتاعنا نبدأ بس نعرفك كده القئيس نهايك أولا على بدات الترمي الثاني اللي احنا نبقى إن شاء الله ونفهمك أن وضع الأسئلة زي ما انت شفت كده في ترمي الأول أسئلة قائمة على القياس بمعنى إن أنا مش هديك معلومة علمية وهكتبر الريكول بتاعك أو هكتبر مستوى التذكر بتاعك لا الموضوع كله مؤتمد على إن انت فهمت كمادة علمية صح طب لما فهمت المادة العلمية أقدر أقيس مدى فهمك قد إيه وبالتالي لما باجي أشتغل معك بقى دلوقتي في الترمي الثاني انت بدأت تتفهم نظام كويس قوي لا أنا دلوقتي مش هدرس لك معلومة وأقولك سمع لا أنا هدريك المعلومة وأفهمك أصولها كويس جدا وبعد ما فهمها لك هبدأ أقولك تعالى بقى نربطها بالحياة طب لما هنيجي نربطها بالحياة إيه المجالات اللي شغالة فيها المعلومة دي طب المجالات دي يا طرى تفسيراتها إيه طب لو أنا عايز أحسن أعمل شغل بتاعي هعمل إزاي كل دوت هو دوت موضوع البرنامج بتاعي طبعا مع بداية الترمي الثاني هتوزع لحضرتك إن شاء الله التابلت في المدارس و هتبدأ تشتغل وتخش على بنك المعرفة المصري و هتتضرب كويس عليه جدا هتعرف هتلاقي فيه فيديوهات هتلاقي شارح هتلاقي فيه حاجات كتير جدا طيب بالنسبة لل�يميستره في الترمي التاني انت عم مقرر عليك ايه انت مقرر عليك 2 units اليونتس الاولاني اللي هي thermo chemistry واليونتس اللي هي nuclear energy اليونت الاولاني اللي هو thermo chemistry ده اللي ما نجي نتكلم عنه تعالى كده نحلله طرح ليل بسيط thermo chemistry thermo معناها حراري يعني ايه اي حاجة فيها حرارة بتاخد معنا كلمة thermo بمعناها تلاقي عندك في الدلاجة او في المكوى او في حاجات كتير اوي حاجة يقولك thermostat ايه thermostat فصل حتى بلغة الصناعية بيتكلموها كده يقولك thermostat عزل غيره thermostat ايه thermostat ده يقولك ده حاجة خاصة بالحرارة لو الحرارة عالية او قلت كمان بيبدأ يفصل الدائرة الكهربية يبقى ده معنا كلمة thermo معناها حراري طب chemistry كامية يعني ايه كامية طبعا نحن درسناها في thermo الاولاني بالتفصيل يبقى ده عنوان اللي بتاعك اللي هو thermo chemistry معناها الكيمية الحرارية يعني ايه بقى يعني لو انت بتعمل اي chemical reaction حتى لو في البيت وصدرت حرارة من chemical reaction ده الفرع ده من الكيمية هو اللي يقولك كويس قوي الحرارة دي مصدرها ايه وطلعت ليه طب مثال بسيط جدا لو انا مسكت مسحوق الغسيل في ايدي في البيت وجربها وحطيته في ايدي ورحت حاطيت شوية ماية هتفاجأ ان ديك سخلت ايه ده ليه فرع الكميستري دوت لها thermo chemistry هيقولك كويس قوي ايه السبب ان التفاعل ده حصل في حرارة لو انت حطيتكو حطيتها الجاية في كوباية ماية ومسكت الكوباية بعد شوية هتلاقيت كوباية ساعت طب يا ساعت ليه فرع الكيمية دوت هو اللي بيحدد لها كويس قوي يقولك بالضبط ايه اللي حصل ليه في الحالة الاولينية انت حضرتك زي الفل كده اللي ديك سخلت ليه في الحالة التانية الكوباية ساعت اذا يعنيها بيعمل حاجة اسمها يعني انت وانت شغال بيحصل تغيرات خلي بالك كلمة تغيرات يعني انت بتعمل transfer from one state to another انت بتنتقل من حالة لحالة بمعنى ان انت عندك مثلا لو لمست اي حاجة ويقولك لا ده مش سخنة طب هالمعنى ان هي مس سخنة ان ما فيهاش حرارة لا فيها طبعا يبقى كلمة zero دي zero degree او درجة الحرارة الصفر ما انت تخيلهاش يا جماعة درجة حرارة الصفر ديت معنى انك متقدرش تستحمل انك تلمسه وخلي بالك انما لو لمست اي شيء وبعد شوية حسنت ان انت قادر تتحمل درجة حرارته معنى كده ان هو بيحتوي جواه على طاقة حرارية كاملة اوكي تنساش المعلومة دي طب انت سخنت انت ديته هيت طب اخدت منه حرارة نزلت له الهيت بتاعك يبقى انت بتدرس حاجة اسمه change وده بدات الديفنيشنز بتاعك the science which study the change in in what in heat يعني فيه تغير في الحرارة بيحصل او فيه تغير في الحرارة بيحصل معنى كده يبقى الجسم بتاعي عمر ما هيبقى زيروه في الانيرجي او الهيت انيرجي بتاعتك دي رقم واحد لازم بتتعلمه طيب يبقى كده thermo chemistry ده بيدرس ايه study the heat changes during chemical reaction طب thermo chemistry في حد ذاته ايه هو فرع من علم اكبر منه شوية علم اسمه thermodynamics طب نحلل الاسم كده شوية ليه انا بشرح لك او بديك المقدمة دي في الاول قبل ما نروح على الفيديوهات في الايكي بيو قبل ما نشوف في الدنيا كلها عاملة ازاي لان انت لما هتخش هتسمع كلام كتير قوي لازم التفصيلات البسيطة اللي في الاول الاساسيات تبقى انت فاهمها thermo تفاهم انه هو يعني حراري طب ديناميكس لا ديناميكس معنى حرق kainetic energy tential energy mechanical energy work معنى كده ان العلم ده بنتكلم في حاجة اسمها ايه حرارة ناتجة عن حرق حركة ايه حركة ملوكيونس اوكي حركة باتز طب الحركة اي حركة على اي باتز بيحصل لها ايه تبتعمل وورك يبقى في thermo dynamics انت بتدرس حاجتين تخلي بالك منهم او thermo heat يبقى في حرارة plus الورك والورك الشغل يعني ايه شغل يعني في ديناميكس في حركة اوكي طب thermo dynamics ده علم كبير جدا جدا في مفردات يعني وانا بتكلم في thermo dynamics بقولك system بقولك surrounding the universe ايه حكيت the system and the universe والفرست اللي هو في thermo dynamics والثاكل اللي هو في thermo dynamics فاحنا بنجي لتكلم على الجزئية دي لازم الاول اعلمك يعني ايه system ايه system هقولك كده منتهى البساطة انا لو مسكت كوباية شاي بالنسبالي وراحت ايه مسكها في ايدي ووزانها وغير سخنة طيب ايه لو انت بعد شوية قلت لي هو ده ينفع يدرس عن طريق علم thermo dynamics اقولك ايه ينفع طب ازاي؟ هو في حرارة؟ اه كوباية شاي سخنة طب في حركة طبعا المولوكيولز بيحصل موجودة قدامي يبقى انت عندك هنا حاجتين بيحصلوا معاك بيحصل معاك ايه؟ في حرارة موجودة وفي حركة موجودة يبقى علم thermo dynamics يدرس التغيرات اللي بتحصل طيب بالنسبالي الـ اه انت درستها او درست الجزئية بتاعتها طب مصدر الحرارة اللي خارجة ايه؟ مصدر اللي داخل ايه؟ حركة المولوكيولز ايه؟ يبقى انت بتدرس كوبايت شاي بالنسبالي؟ اه دي اللي بنقول عليها الـ System يبقى الـ System الجزء المحيط اللي قدامك اللي انت هتدرسه الحاجة اللي انت هتدرسه بمعناصر تدرس تغيرات الـ Heat تغيرات الـ Changes بتاعت الـ Work بتاعت الحاجة دي كلها ده بالنسبالي كلمة System طب اي حاجة محيطة بالـ System ده منسميها surrounding يعني محيط وده اللي بيحصل فيه exchange للـ Heat بتاعتك يعني ايه برضو وده اللي بتاعتك ايه برضو بمرور الوقت كوبايت شاي بتاعتك بتبدأ تفقد حرارتها تمام؟ طب بتفقدها المين؟ هتقول بتفقدها للهواء اللي حواليها؟ خلاص؟ يبقى الهواء المحيط بالـ Cup of T بتاعتك دي ده بالنسبالي Surround الجزء المحيط بالـ System بتاعك باللي انت هتدرسه اوكي؟ طيب ده اللي هيحصل فيه exchange للـ Heat؟ اه طبعاً طب فيه تغيرات تانية بتحصل طبعاً يعني بلسه مع بعض بالتفصيل لما نشوف مع بعض الجزئية دية ونعرف التغيرات بتتم ازاي التغيرات في الـ Heat بس؟ هل في الماسس هتقل معاك؟ هل مش هتقل؟ هيحصل حاجات كتير جداً هنتكلم عنها ان شاء الله في خلال اليونت ده؟ طيب بالنسبالي انا كوباية الشاي دلوقتي فيه Surround بيحصل لك ستشيني بكوباية الشاي بالنسبالك System طب The area around that your system is هتقول لي Surrounding طيب انا واقف بكوباية الشاي بتاعتي في الغرفة بتاعتي هل حرارة الكوباية هتخرج بره الغرفة دي؟ هتقولي استحالة هتروح فين؟ ده اخيرها الهوى المحيط بيه يبقى اذا الغرفة هنا احتوت معاك ايه؟ احتوت معاك System احتوت معاك Surrounding بتاعتك يبقى اذا الغرفة بالنسبالي Limits الأخير النهاية بتاعتي لا يمكن هيحصل خارج الغرفة دي اي حاجة من الـ Exchange ولذلك الغرفة هنسميها هنا ايه؟ هنسميها Universe يعني Universe كون يعني ايه الكون؟ يعني اخرك ايه؟ اخرك في ال Exchange قفيت فين؟ طب الـ Universe بالنسبالي هحتوي جوه ايه؟ هحتوي System اللي انا بدرسه؟ هحتوي Surrounding المحيط بالSystem اللي بيحصل فيه X Change واضح؟ طيب احنا كده اخدنا ثلاث مفردات قبل ما نروح على الـ EQP وقبل ما تشوف الفيديوهات بتاعك من البداية خالص احنا قلنا في Thermo Chemistry كمية حرارية تدرس عندك Thermodynamics علم اكبر شوية فرع من فروعه اللي هو Thermo Chemistry وحللنا الاسم بعض بعض وعرفنا ان هي Thermodynamics معناه ديناميكا حرارية يعني حرارة لنرجع عن حركة والحركة بينتج عنها شغل وغيره الـ Work واتفعنا ان فيه مفردات فيه العلم دوت اللي هي System و Surrounding و Universe طب السيستم بالنسبالي اتفعنا عليه هتدرس E يعني ايه هتدرس E؟ يعني ربنامثال على cup of tea وانت مسك كوباية الشاي في ايديك منتهى البساطة يعني اعرفت ان ده انا هتدرس كوباية الشاي ايه هوا ده السيستم بتاعي طب الهوى المحيط بكوباية الشاي بتاع هيروح فين؟ هينتقل اليه حرارة الشاي خلاص يبقى ده Surrounding بتاعتك انت واقف فين؟ المكان اللي انت واقف فيه بيحتوي الـ Surrounding بيحتوي Surrounding This is universe طب في الـ ايكي بيو في الاسئلة اللي انت شفتها في الجزئية دي انت شفت الانماط من الاسئلة مختلفة تماما عن اللي انت تعاودت عليه في الامتحانات التجربية اللي حصل في الترم الاول يا طرح لو حبي يجيب لي حاجة زي كده بالقياس زي ما قلنا في اول الحلقة هيجيبها لي ازاي؟ منتقى البساطة انا ممكن انا هجايب لك عربية كويس؟ وشاور لك على المطور وعمل لك على سهم وشاور لك على الكبوت بطاعة العربية من جو اللي المكان اللي في المطور بس وعمل لك سهم على العربية كلها اوكي؟ وقول لك هنا determine number one اوكي determine determine ايه؟ اوكي determine ايه؟ هتقول لي مثلا one two three ايه هي one ايه هي one two طب السهم اللي رايح على المطور ده هيحدد لك ايه؟ هتقول هيدا السيستم مش معنى؟ لان هنا في اكس اتشينج الحرب بيحصل جوه حرارهيد طب الهيد بتاع المطور بتاعتك هتروح فين؟ هتقول هتروح للجزء المحيط بيه دايما اللي هو الكبوت طب هتروح هل الهيد بتاع المطور بتاعتك هتروح خارج العربية بتاعتك لأي عربية تاني؟ لا خالص اوكي؟ يبقى انتك كده عندك السيستم عندك وعندك وعندك الفاصل بسيط وهنرجع لكو بسرعة جيانالكو تاني بعد الفاصل اه احنا هتروحات المفتوحة في اي وقت حضرك تقدر تتصل صفصراتك عادي جدا زي ما قلنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على اكزامبل ممكن تشتغل عليه كويس جدا الاكزامبل زي دوات اتفقنا انه هو ممكن يجيلك كقياس بنسبة للسيستم بتاعك طيب احنا هنبدأ مع بعض دلوقتي نشرح از هي انواع السيستمز وكل بيحصل في ايه اوكي؟ تعالا كده نشوفها مع بعض اولا بيحصل ونمشيها واحدة واحدة كده مع بعض اول سيستم كنا لسه بنشرح معك من شوية كوباية الشاي كوباية الشاي دي بالنسبة لي فيها كوباية الشاي دي بالنسبة لي فيها كي طيب انا قلت لك بداية اعملت كوباية وحطيتها على سيستمز تمام تمام ارى كان مثلا سي 20 جرام سيبتها شوية كي بعد شوية طبعا بيبدأ يحصل المونوكولز بتاعة الووتر اللي بعمل منها بتاعتك بتبدأ تمشي طيب بمرور الوقت التوينتي دي هتفضل زي ما هي؟ هتقول لي لا اكيد هتقل سي مسلا هتقل لك يبقى إذن السيستم بتاعك هنا للسراوند دي اللي حوالي فقط حكتين مش حاجة واحد فقط ايه؟ هتقول لي نومبر وان لوز هيت نومبر تو لوز ماس يبقى زي السيستم لوز تو ماذا هتقل؟ هتقل والمس سيسم لتصرف حسنا ماذا هتقل؟ حسنا 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 ايه بانتا هنا دا بالنسبالي اللي التفاقنا عليه اسمه السرررررورندي بتاعنا يبقى عنده السرررورندي السيستم اللي اليولفرسي بتاعك زي ما التفاقنا ماذا هتقل؟ حسنا بتلاقي في بعض الناس كده نازلة الصبح مستعجلة يقولك لأ انا اخد بتاعتي في المج ده وانا نازل كده بنسميه كده ايه اللي هو السرما المج وكوب باية حرارية بيواخد فيه هنا نسكة فيه بيواخد فيه هات شوكو بياخد فيه اي حاجة بقى انا قلت شي كي طيب ده انزامه بقى ده بالنسبة لي سيستم ليه فيه هيت شغاله فيه حركة هتقولي 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 بيحتفظ بالحرارة بس مش على فوريفر يعني لا ده يحتفظ بالحرارة لفترة قليلة فقط اوكي تلت ساعات واربع ساعات مش فرقة ولكن بعد مرور الوقت الهيت بتاعتك بتخرج طب وات باوت ما عسلت تقولي لأ المطر هنا مش هتتغير ليه لو انت اوزنت وطلع 20 جرام بعد كم ساة هيطلع برضو 20 جرام ايش معنى هتقولي ده نقفول هيحصل هنا كوندنساشن ليه الووتر فيبر بتاعتك وهيرجع تاني يبالسستم بتاعك مانا خروق من المطر يبالزيس سيستم ekseachange with Surrounding one only it's heat only متر؟ هلأ؟ وبتالي زيست is called closed system يبالopen ekseachange heat and meter طيب اللي closed ekseachange only heat طب وطبعوت ايزوليتد ايزوليتد لو انا ترجمتها بالعربي يسمى معزول يعني ايه معزول قالك لا بقى انسى بقى خالص ده لا يوجد لا يوجد ايضا لا يمكن ان يكون لدي ولا دي تخرج او تخش انسى طب ده زي مين مثلا كده عشان ديك كده مثال عليه بعيد عن الجزئية دي موضوع ايزوليتد سيستم بتلاقيه في اماكن كتير جدا لو انت معد جنب المسرح هتفاجأ انا بقول لك مسرح انت ديب لين امثلة جريبة طبيعي لان انا اديتك المعلومة نفسها لما تاخد المعلومة هتلاقي لك زمز في الحياة عندك كتير بس انت مش واخد بالك منها اول حاجة عندك انت لو معد جنب المسرح او سينما او قاعات السينما هتفاجأ ان انت مسامح حاجة رغب ان الصوت جوه عالي جدا طب ازاي يقول لك الجدران ما لا عزلة للصوت يعني ايه عزل للصوت يعني منع خروج الانيرجي بتاعتك منع خروج الصوت بر او دخول الصوت لجوه يعني اللي قاعد جوه هم السامح اللي بره بيحصل له ايه ده من طب حاجة مهمة جدا جدا وحضرتك بتسمع عنها بس ما تعرفش ان ده ايه في بوكسز بتبقى مخصصة لنقل الاعضاء البشرية في بعض الناس بعد بيتوفوا بيتبرع بالكورانية بيتبرع باجزاء من جسمه طبعا بعد موضوع التبرع ده تلاقي المتبرع مثلا في امريكا وانت حضرتك الحاجز العملية او الدفع فلوس العملية مثلا في القاهرة هنا طب عشان نقل لك الاعضاء ديت من المكان لمكان لازم يحافظ عليها في اماكن لا يمكن توصل لها الحرارة ولا يمكن تفقد حرارة ولا يمكن تخشي لها بكتيريا ولا يمكن اي حاجة من دي للانسجة الحاجة لو دخلت لها الحرارة ماتت لو البكتيريا نشطت وبوزت الانسجة ديت يبقى انتهى موضوع الترانسفيرينج اللي احنا بنتكلم فيه طب يبقى انت كده البوكسز دي اجا قولك كده في الانتحان الدفع نبقى جدا انتهى كده وديك إجزامبل يبقى انت هتختار لسعة اقول الازلاتي الايزالاتي سيستم بان اطعم لهذا ده بنسبة ل ده بنسبة ل اللي هتتعامل معها جوه موضوع طيب بالنسبة لبعض هنبدأ بخش بقى كلمة ايه الهيت انيرشي في ناس عندها لبس كتير جدا ما بين كلمة هيت وتمبريتشر فكلا لتنين حاجة واحدة لا خالص الهيت بالنسبة لي حاجة والتمبريتشر حاجة تاني خالص الهيت اتس افورم اوف انيرشي ترانسفير بمعنى انا لو جبتلك دلوقتي شمعة وراح تجايب اسمار حديد وراح تحطيت الطرف بتاعه على الفلم بتاع الشمعة ومسكت الطرف التاني بايدك هتقول لي داية تلعصوها ايه دا اللي حصل هتقول لي الهيت انتقلت منين من الشمعة ليه يبدا كده نسمع ايهيت انيرشي ترانسفير كي طب التمبريتشر لا التمبريتشر دا باني انت تسميه كده ايه مكياس موالك درجة الحرارة بكرة عندنا في القاهرة تلاتة ياه يبقى الجواهي بقى برد جد يبقى انا مجرد ما قلتلك انت استنتجت منه حاجة ايه اني هيبقى فيه عندي برودة موجودة لا دا درجة الحرارة بكرة حاجة واربعين ياه يبقى الجواهي حر جد يبقى اذا التمبريتشر مال دي رقم واحد طب رقم اتنين اوكي دا بنسبالي لي التمبريتشر و دا الهيت في قانون كان بيشمل اتنين كان في قانون بيقول اللي هي الناس اللي هي الناس 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 كلام دا انت خدتوا فين خدتوا في اعدادي طب ايه الترنسفير انرجي اللي موجود بالنسبالي هنا لو انا كلمت على الترنسفير انرجي عشان اعرف من سورة لسورة اقول لك مثلا اللي ماكو عندك في البيت اوكي هتقول ايه بتاخد الابتريستي بتطلع ايه بتطلع هيت صح طب المروح هتقول بتاخد الابتريستي بتطلع لك الانيرجي او الكاليك الانيرجي وهكذا اتفقنا ده بالنسبة لنا كانت اول حلقة النهاردة بنتكلم في ال اي كي بي بدنا لك مقدمة سريعة عن الموضوع ان شاء الله في الحلقات القادمة هيبقى فيها فيديوهات وهيبقى في تفاعل بيننا بين بعضين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته